مرحبا بيك ومنس الكل في هذا الموعد الأسبوعي البداية كما قلنا لكم مع ألعاب القوية حاضر معنا المدير الفني سي حمادي بن سعيد مرحبا بيك مرحبا بيك ومرحبا بيك سيد المشاهدين للقناة الوطنية واحد مرحبا بيك سي رفيق جبابليا المدرب الوطني مرحبا بيك مرحبا بيك ثغير ومرحبا بالمشاهدين التونسيين للقناة الوطنية واحد نورتونا أيضا مرحبا بيك سي محمد سليماني مرحبا بك مرحبا السيدة المشاهدين البطل العالمي خلينك بالاخر ريين شيرني مرحبا بك مرحبا بك مدام ثوري مبروك الميدالية يا عيشك تكسع سي حمادي اليوم يظهر للرزنامة في 2024 كانت هامة للا تليتيزم في تونس مختلفة المشاركات وهام جدا اليوم نلقاوا تقريبا نحن في مواد اكتوبر نبدأ في سيكل جيد ان شاء الله في 2025 كان نقيمها لعشرة شهر هذوما والله بالنسبة تقييم عشرة شهور هذو سنة رياضية هذو تعداد سيزون سبورتيف هذي اين يقول كنا نجحين بماغة 80-85% كنا نجم وقدموا ما افضل كانت عنا نتاج كثير مبتازة انه تقلقنا في اللعب والامبية هذي كورا لي كونوا عنا أبطال ينجموا 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 لبعيد ينجموا للميدالية الأولمبية ولملاء وكذلك عنا تظاهرات اللي هي الديمون ليج اللي هي الجران شلام كما في التينيس كما في الجران كما عنا أمين الجيناوي كما أحمد الجزيري اللعبين هذو الكل تقلقوا عالميا ولو من توب تين ولد تونس عنا منقول فرويا احنا في الاختصاص يدي منقول 3000 متر موانع وان شاء الله من هنا فصاعدا بش ندخل اختصاصات اخرى نحكيو عليها بعض يعني عشرة شهورة ذوما كانوا نتاج ممتازة كنا متوقعينهم الفنيين خاصة الأقرابة الإدارة الفنية كنا متوقعينهم وكنا محذرينهم عنا أربع سنين وحنا نحضروا فيهم كانت تذكر الحصاصي اللي تعديت معاك فيهم يكونوا نقول لك حول الليها 2024 كنت نجد تكون عنا ميدالية لو تضافرت الجهود ان شاء الله 2025 تكون تالع خير علينا وان شاء الله نعمل الميدالية في 2025 سي رفيق مع العدائين الكبار والاسامية معنا بتاع الاكيبر والكبريات نلقوا اسامية واعدة نلقوا احنا المشاركات شاركنا في 2024 في عديد المواعيد والموعد الهم الكبير كان بطولة العالم هالجيل الجديد هذية مع تتويج ريان ينبأ باللي فما اسامية كبيرة بش تكون على البوديو فعلا انا رانين سما مخذرم يعني انا العدائين الكبار هذو من كنت عايش معهم في 2014 معناتها للعاب الولمبية بالصين وكان عندي عدات تحصل على المرتبة الخامسة وكانت مره ابو زياني وكانت هالا وكان فارسو جلاس تحصل على الميدالية الفضية هذا كبرنامج قمنا به بتحضيره في اربع سنوات من 2008 الى 2014 تقريبا ست سنين عملنا اربع سنوات سيكل عودنيه هذا مع سيحامادي اللي كان هو المدرب بتاع ثارسو تحصل على الميدالية الفضية عودنيه البرنامج 2020 نعمله اربع سنين ونحضره فيه مجموعة اخرى وهو مدير فني ماهوش وقته مدرب وانا كنت كنا البرنامج هذا مسطرينه صحيح راه الناس تتعجل النتائج ولكن الجيل يزمو شوية خدمة يزمو سيكل السيكل هذا النجم نخدموه في اربع سنين النجم نحضره اتليت ورهو عدنا عدنا لكاباسيتي عدنا العدائين عدنا معتها المادة الخام احنا نظفر جهود جهود نس كل رانا نصنع الأبطال وبقدرة اللي احنا بطل احنا بطل كنا معتها في الفطرة الأخيرة احنا بعد البطولة العربية للأواست وبعد البطولة العربية الواحدة الثلاثة وعشرين حاسينا انه رايين بش يكون ان شاء الله خاصر طلع في الطوب سنك هو سينكية مونديال وقعدين نقدمه بشوية بشوية بالتربوسيت اللي وفرتها الجامعة بكل صراحة ووفرها المدير الفني انا نشكره ما هوش في وجهه على خاطر انا نتعاركه على الحاجات هذية وصعيب لانا الامكانية المادية اما فما عزيمة من الجامعة ومن ادارة الفنية ومن الجمعية ومن الفنيين انا نوصله كانت تربوسيت خارقة العادة اللي عادناها في عند رهب افدتنا وزز مقابلية اللي قمنا بهم في مصر في بطولة العربية اللي تحصل فيها رايين وقد على الميدالية الذهبية كنا حارسين على انه يعاود يرجع المصر ويلعب اللي هما اكثر منه بثلاثة سنوات واروعة سنوات العادة وكنا معاتها تحضرنا التحذير خاص للمقابلة هذي لانه السيناريو انتيحها السيناريو اللي صار في البطولة العربية ايفانترواء هو نفس السيناريو اللي عشناه في بطولة العالم معاتها نفس التمشي اللي عامله رايين ونفس التكتيك ونفس الواحد تعدى كما هو ووفقنا ربي ان شاء الله المهمة صعبة علينا شوية ان شاء الله معاتها بالتحذير وبالبرامج اللي يقدمنيه للجامعة وباش يقدموا السيد المدير الفني واش يدرسوا ان شاء الله باش نكونوا ان شاء الله نكونوا على الطريق الصحيحة طريق الصحيحة اللي وصلت رايين نشيرني اليوم بطل صاحب ذهبيت بطولة العالم ولدت مسؤولية كبيرة كيفش في بيك اللي انت اول ميدالية ذهبية ايه في بيك لحقيقة الميدالية ذي مجيتش كيكة لقد عدت برشة تعب لقد عدت سيزون لقد عدت فيها لانترولين لتاعي برشة اكثر عامة عاوني لتحصل على الميدالية الذهبية هو الفرصة التالية في ديراسيون خاطر هي عطتني خلتني نخرج استاج مع البطل اسامة فرحات لتحذر البطولة العربية لتحت 23 عشر سنة يعني اصغر منهم برشة و وسامة كانت عنده تجربة في بطولة العالم كانت الرابع مع انت بهلي شوية نقلوا وسامة كسب شوية الخبرة بالمشاركة للعالمية وسامة تسمى قدوة في رياضة المشي ويعني عاوني برشة نصايح والخبرة كانت عاونتني برشة بش نجم نربح شمبينات دو مونت يعني عديدت معي 15 يوم في عندراهم ترينينا مع بعضنا وبعد شاركنا في البطولة العربية الأقل من 23 سنة في مصر وتحصلت على المدارية البرونزية وحققت ركور برسوني ومن وقتها يعني وليت توب 5 في العالم وبدنا نحلموا بش نربحوا بش نربحوا يعني شمبينات دو مونت